الصف الثاني عشر الفرع العلمي نرحب بكم عبر صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى في فلسطين ونترككم الآن مع شرح لمادة الفيزياء متمنين لكم أوقات ملؤها الفائدة والمعكة صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب أهلا وسهلا بكم في الدروس التعليمية من صوت التربية والتعليم 102.1 أفأم محدثكم الأستاذ محمد نصر السلك مديرية غرب غزة مدى استعرفات للموهبين بنين اليوم سنتناول إن شاء الله درس بعنوان حفظ الزخم تناول أستاذي هاب السيد في حلقات سابقة موضوع الزخم وموضوع الدفع واليوم سنتكلم عن موضوع حفظ الزخم فما المقصود بحفظ الزخم في البداية أعزائي الطلاب هناك بعض المصطلحات يجب أن يعرفها الطالب قبل البدء في هذا الدرس من ضمن هذه المصطلحات النظام النظام المعزول والنظام المغلق في البداية النظام لو حبينا نطرح تعريف بسيط للنظام فالنظام هو عبارة عن مجموعة من الأجسام بينها تأثير متبادل مجموعة من الأجسام بينها تأثير متبادل يعني النظام يجب أن يكون فيه تأثير متبادل بين الأجسام وتقسم الأنظمة إلى أنواع منها النظام المغلق النظام المغلق هو عبارة عن نظام تبقى فيه كتل النظام ثابتة تحت تأثير القوة نعيد مرة ثانية النظام المغلق هو عبارة عن نظام تبقى فيه الكتل ثابتة تحت تأثير أي قوة لكن ما يهم عزاء الطلاب هو تعريف النظام المعزول فلو أردنا أن نعرف النظام المعزول النظام المعزول هو عبارة عن نظام مغلق تكون فيه محصلة القوة الخارجية على الجسم تساوي سفر نعيد مرة ثانية هو عبارة عن نظام مغلق تكون فيه محصلة القوة الخارجية على النظام تساوي سفر يعني شو معنا الكلام هذا يعني معنا الكلام هذا لو إحنا جينا نعرف النظام المعزول بطريقة ثانية ممكن نعرفه ببساطة بنا نقوله عبارة عن نظام لا يكتسب أو يفقد أي كتلة لا يكتسب ولا يفقد أي كتلة والقوة المؤثرة فيه هي قوة داخلية والقوة المؤثرة فيه هي قوة داخلية أي في عدم وجود قوة خارجية طيب أنت يا سيد حكي التعريفين نحن في البداية حكينا التعريف لكن أحبنا أن ترجم التعريف ترجمنا بطريقة تالية النظام المعزول نظام لا يفقد ولا يكتسب أي كتلة نظام القوة المؤثرة فيه هي القوة المتبادلة أو القوة الداخلية ولا توجد قوة خارجية وعزيز الطالب معروف أنه إذا كان نظام لا توجد عليه قوة خارجية هذا يعني عدة أمور منها أن النظام كان في حالة سكون أو نظام ساكن أو أن النظام يتحرك بسرعة ثابتة أو نظام يتحرك بسرعة ثابتة بعد ما قدمنا لهو 3 تعريف تعريف النظام وتعريف النظام المغلق وتعريف النظام المعزول نأتي إلى لب الدرس لب الدرس يحكي عن موضوع يسمى قانون حفظ الزخم في دروس سابقة تعرفت عزيز الطالب على مفهوم الزخم بأنه هو برعا كمية فيزيائية متجهة لكن هناك فرق أعزائي الطلاب عند التعامل مع نظام أو التعامل مع جسم هناك فرق عند التعامل مع نظام أو التعامل مع جسم كيف سيكون في فرق بينهم؟ نبدأ في شرح الدرس وفي نهاية الدرس حنعمل مقارنة ما بين شو الفرق ما بين جسم وشو الفرق ما بين نظام لو طبقنا في البداية عزيز الطلاب قانون النيوتن الثاني والذي يقول بأن F تساوي دلتا بي على دلتا تي F تساوي دلتا بي على دلتا تي نحن الآن نتعامل مع نظام معزول النظام معزول يعني أنه مجموع القوة الخارجية عليه تساوي سفر بمعنى سفر حتساوي دلتا بي على دلتا تي نضرب تبادل حتصير دلتا بي للنظام تساوي سفر لو فكينا دلتا بي هي عبرها عن بي فاينال ناقص بي انيشال تساوي سفر ننقل على الناحية الثانية حتصير بي انيشال تساوي بي فاينال وبشكل عام صمميشن بي انيشال يساوي صمميشن بي فاينال وهذا ما يسمى بقانون حفظ الزخم مرة ثانية حكينا قلنا الصورة الثانية لقانون النيوتن الثاني F تساوي دلتا بي على دلتا تي قلنا نحن عندنا النظام هو عبره عن نظام معزول أي مجموعة القوة الخارجية عليه تساوي سفر وقلنا أن القوة الوحيدة هي عبرها القوة المتبدل الأجسام لذلك مجموعة القوة يساوي سفر سفر تساوي دلتا بي على دلتا تي ضرب تبادله دلتا بي تساوي سفر فكينا دلتا بي بي فاينال ناقص بي انيشال يساوي سفر على الطرف الآخر منها بي انيشال تساوي بي فاينال وبشكل عام صمميشن بي انيشال يساوي صمميشن بي فاينال يعني الصورة النهائية في أي نظام معزول ومغلق فإن زخم النظام محفوظ مقداراً واتجاها مرة ثانية أنت شو بقعب تعرف أستاذ أنا قاعد بعرف قانون حفظ الزخم اللي هو إيش صورة الرياضية يا أستاذ طب هل في صورة تانية يا أستاذ آه في صورة تانية وهي دلتا بي للنظام يساوي سفر يعني قانون حفظ الزخم يأما يكتب بالصورة دلتا بي للنظام تساوي سفر وفيه طبعاً صورة أسل سمميشن بي إنيشال تساوي سمميشن بي فاينال لو حابلنا نعطي تعريف لقانون حفظ الزخم سيكون التعريف كالتالي تعريفك مبسط وسهل في أي نظام مغلق ومعزول فإن زخم هذا النظام محفوظ مقداراً واتجان أي أن سمميشن بي إنيشال تساوي سمميشن بي فاينال هناك تقريباً خلصنا ما يتعلق بقانون حفظ الزخم لكن في طلاب اللي حتى الآن لساة الصورة مش وصلهم شو معناته عن حفظ الزخم تعطيك له بعض الأمثلة على موضوع حفظ الزخم لو افترضنا أنه في عندي رصاصة داخل مسدس في البداية النظام كان في حالة سكون فعند انطلاق الرصاصة من المسدس تلقائياً المسدس يرتد للخلف طيب شو اللي خلا يرتد للخلف؟ حفظ الزخم طيب شو دخل حفظ الزخم في الموضوع أستاذ بما أنه نظام كان في البداية في حالة سكون فإذا انطلقت الرصاصة إلى اليمين بزخم وليكن اتجاهه موجب تلقائياً لازم المسدس يرتد إلى الخلف بزخم سالب مساوم مقداراً لزخم الرصاصة ومعاكس لها اتجاهاً حتى نعود إلى وضع البداية وهو السكون يعني ممكن السلسل الكلامي لزمي في سؤال الاختياري آه ممكن يعني الكلام اللي حكيته يمكن أن يأتي في صورة سؤال اختر طبعاً أنا أعطيك الفكرة ممكن مثلاً يجي يقول لك اختر الإجابة الصحيحة عند انطلاق الرصاصة من المسدس يكون لحبكتب معي السؤال ممكن يجينا السؤال الاختياري يقول لك عند انطلاق الرصاصة من المسدس يكون وحيعطيك طبعاً خيار أول وخيار ثاني وخيار ثالث وخيار رابع حيكون طبعاً من ضمن الخيارات معاك اللي هو الخيار التالي مجموع كميتي حركة الرصاصة والمسدس يساوي سفر مجموع كميتي حركة طبعاً ممكن نقول كميتي حركة أو ممكن نقول مجموع زخمي مجموع زخمي الرصاصة والمسدس يساوي سفر طبعاً هي الإجابة الصحيحة لأن الأصل سكون فالنهاية ستكون سكون لماذا؟ لأن حفز الزخم إيش بقول؟ زخم النظام محفوظ مقداراً وتجاه قبل وبعد طيب أعزائي الطلاب نطرح سؤال تاني اختر الإجابة الصحيحة اختر الإجابة الصحيحة إذا دفع رجل كتلته سبعين كيلو جرام إذا دفع رجل كتلته سبعين كيلو جرام يقف على أرض جليدية أفقياً يقف على أرض جليدية أفقياً طفلاً كتلته خمسين كيلو جرام كتلاً أو طفلاً كتلتهم خمسين كيلو جرام فاصلة فإن التغير في كمية تحركهما معاً فإن التغير في زخمهما معاً الإجابة الأولى هل هي السفر؟ الإجابة الثانية هل مية؟ الإجابة الثالثة ميتين؟ الإجابة الرابعة ألف واربعمية؟ نقرأ السؤال إذا دفع رجل كتلته سبعين كيلو جرام يقف على أرض جليدية طفلاً كتلته خمسين كيلو جرام أنت بتحكي عن جسمين يعني نحكي عن إيش؟ نحكي عن نظام تمام قال لك يا أستاذ أرض جليدية لماذا؟ لأنه فيش قوة احتكاك وتعتبر قوة الاحتكاك من القوى الخارجية يعني نظام محفوظ بماذا عن القوى الخارجية طيب لاحظوا القوة الوحيدة كانت في النظام هي قوة الدفع بين طفل الرجل يعني قوة داخلية إذن هذا يعتبر نظام معزول ومغلق ولذلك فإن زخم هذا النظام محفوظ يعني دلتا بي للنظام يساوي سفر دلتا بي للنظام يساوي سفر فهتكون أن الإجابة برقم واحد وهي عبارة عن سفر إخواني الطلاب الفيزا بدأ عملية تحليل يعني تقرأ السؤالك بتأنم كل كلمة في السؤال لها مدلول ما بدأ استعجال نبدأ عن موضوع الحفظ حتلاقي الأمور إن شاء الله في نصابها الصحية طيب سؤال بترح نفسه أنا قبل شوي حكينا عن الموضوع انطلق رصاصة ومسدس طيب في أمثلة تانية آه ممكن نقول مدفع وقذيفة لكن هل زخم الرصاصة محفوظ هل زخم الرصاصة محفوظ الإجابة لا لأنه رصاصة في بداية كانت في حالة سكون وبعد أصبحت في حالة حركة لذلك زخمه قبل لا يساوي زخمه بعد طيب هل زخم الرصاصة والمسدس معا محفوظ الإجابة نعم لأنه في البداية كانوا سفر وتحركا معا بعد الانطلاق باتجاه المتعكسين يعني لاحظ معي حوصك لفكرة أنه في فرق لما نتعامل مع نظام وفي فرق لما نتعامل مع جسم ففي النظام الزخم محفوظ لكن للجسم الواحد الزخم غير محفوظ فلو طرحنا للسؤال عليك عزيز الطالب وفكرنا في إجابته لماذا لا يكون زخم الرصاصة محفوظ أطرق طبعا الإجابة إليك تفكر فيها وتأتي بالحل الصحي وإن شاء الله في بداية الحصة القادمة ستناول إجابة هذا السؤال لأنه سيكون الحصة القادمة اللي هو بداية موضوع التصدمات يعني أسازنا بدك تميزني ما بين النظام وما بين الجسم لو افترضنا في عنده سيارة موجودة بداخلها مادة كيميائية أنت إلى آخره وانفجرت هذه السيارة أو هذا الجسم أي عملية انفجار تعتبر عملية حفظ زخم أي عملية انفجار تعتبر عملية حفظ زخم فيعتبر نظام معزول يعني لما تسمع عزيز طالب في سؤال يقال لك انفجر جسم يعرف أنه بتحكي أنت عن نظام معزول والزخم فيه محفوظ تصور لو أنا في عندي شخصين داخل هذه السيارة واحد كتته صغيرة والتاني كتته كبيرة وحدثت عملية الانفجار لا سمح الله برأيك من سيفتحرك بسرعة أكبر أها تمام يعني صاحب الكتلة الأقل يعني الطفل مثلا هتكون انطلاقه كبير مقارنة بجسم آخر أكبر منه كتلة الأب والأمنا سمح الله يعني هان بدنا نصل لفكرة وهي في حال عملية عملية حفظ الزخم فالعلاقة تصبح بين الكتلة والسرعة هي علاقة عكسية وأيضا تصبح العلاقة بين الكتلة والطاقة الناتجة أو الطاقة الحركية للجسمين أيضا علاقة عكسية فصاحب الكتلة الأقل يتحرك بسرعة أكبر يتحرك بطاقة حركية أكبر صاحب الكتلة الأكبر يتحرك بسرعة أقل بطاقة حركية أقل يعني بسرع علاقة بين الكتلة والسرعة هي علاقة عكسية ومن ناحية الرياضية أساسا لو أن B تساوي M في V B تساوي M في V بثبوت الزخم B تصبح M مع V في وضع عكسي يعني بتصير M1 على M2 تساوي V2 على V1 وتلقائيا طالما العلاقة بين الكتلة والسرعة هي علاقة عكسية أضعا في حال حفظ الزخم في قانون حفظ الزخم يعني العلاقة بين الكتلة والطاقة برضو علاقة عكسية فتصبح بالطريقة التالية K1 على K2 تساوي M2 على M1 شو K1 شو K2 أنا بحكي لو أنا في عندي نظام كان في الأصل سكون وحدث انفجار لهذا النظام وتحركت الكتل وتحركت كتل مختلفة تتحرك بسرعات مختلفة فتصبح العلاقة عكسية ما بين الكتل والسرعات أو الكتل والطاقة الحركية للأجزاء المنطلقة فتصبح العلاقة هي كالتالي K1 على K2 تساوي M2 على M1 كلام سليم وحلو فيش مشاكل فيه طب يستاذ العلاقة الأخيرة لحكيتها أساسها من وين؟ أساسها من كتابك الوزارة طب الكلام تحكي انت مش موجود في الكتاب لا موجود في الكتاب كتابنا كل شي فيه ولكن يحتاج إلى عملية تدقيق وعملية تحليم فتوجهنا معا أعزاء الطلاب إلى صفحة رقم 11 في كتاب المدرسة هل لاحظ هناك سؤال موجود في أسفل الصفحة سؤال انفجار جسم ساكن نبدأ بركة الله في حل هذا السؤال السؤال يقول انفجر جسم ساكن إلى جزئين كتلة الأول مثلي كتلة الثانية إذا كانت الطاقة الحركية الناتجة عن الانفجار تساوي 7500 جول ما الطاقة الحركية التي يكسبها كل منهما؟ انفجر جسم ساكن يعني احنا حكينا يعتبرها دعبارة عن نظام معزول يعني في حفظ زخم إلى جزئين الأول مثلي الثاني يعني ضعف يعني هنكتب أم واحد تساوي اثنين أم اثنين الطاقة الناتجة من الانفجار هي 7500 جول احنا عنا يا اخوانا في عملية لوحفظ طاقة لأنه أصلا الطاقة هذه طاقة كيميائية والطاقة لا تفنى يعني كي واحد زائد كي اثنين تساوي 7500 جول أنا أقصد بكي واحد كي واحد فاينل وهي عبارة عن سرعة أو طاقة الحركة لجسم الأول زائد اي اثنين هي عبارة عن الطاقة الحركية لجسم الثاني فاينل يا سيدا احنا مصطلح بالنسبة للإي صعب علينا ماشي احنا خلنا مصطلح لكتاب الوزارة لكتاب الوزارة بتطبع لأنه مصطلح الكي هو عبارة عن الطاقة الحركية يعني بدو صير كالتالي بدو صير كي واحد فاينل زائد كي اثنين فاينل تساوي 7500 جول وهذا حسميها معادلة رقم واحد يعني حسب مبدأ حفظ الطاقة طاقة جسم الأول بعد وطاقة جسم الثاني بعد يساوي مجموهما 7500 جول بدنا كمان معادلة انت بتحكي هان عن عملية حفظ زخم يعني سميشن بي انيشال تساوي سميشن بي فاينل سميشن بي انيشال تساوي سميشن بي فاينل النظام كان في البداية في حالة سكوم اذا سميشن بي انيشال تساوي سفر سميشن بي فاينل أنا عندي بعد الانفجار جسمين لهما زخم خطي يعني حقول له B1 Final يعني زخم الأول بعد زائد B2 Final اللي هو زخم الجسم الثاني بعد طب هم يشتزمش تتحركوا عكس بعض تمام طب ليش حدث موجب دايما يا أخوانا الطلاب خد قاعدة في عالم المتجهات أي كمية متجهة ما بتعرف اتجاهها بدقة افرضها دايما كمية موجبة فنتفض إنه B1 زائد B2 ما بفعل نقول B1 سالب B2 لأنه أنت أساساً مش عايف كبدا تحرك جسم مع أنه أنت متأكد إنه حتحركوا عكس بعض بس أعمل حالك مش عارف والصح دايما أي كمية ما بتعرف اتجاهها تحطها ميقدر موجب B1 Final زائد B2 Final يساوي 0 نودي B1 Final على الناحية الثانية سالب B1 Final يساوي B2 Final تمام الكلام إنه ربيع الطرفين B1 Final يساوي B2 Final لو متك توصلنا قربنا شوية هنا فاكر إنه في أول الوحدة الفصل الأول أخذت علاقة شو بتقول؟ بتقول إنه كانتك انيرجي الكي تساوي B2 B على 2M نعمل ضرب تبادلة يعني البي تربيع بتساوي 2M في K آها يعني أنا حشيل البي تربيع ونعوض محلها 2MK يعني 2MK 1 1 1 Final تساوي 2MK 2 2 Final حلو الكلام نختصر لـ 2 مع لـ 2 وبصير عندك علاقة كدامة خفيفة شوية لـ M1 في K1 Final تساوي M2 في K2 Final وفيه كتير أسهل اختياري بتنحل باستخدام هذه العلاقة نكمل سؤالنا نعوض محل M1 بـ 2M2 يلا نعوض 2M2 K1 Final تساوي M2 K2 Final الـ M2 مع M2 حتروح وبنصل إنه K2 Final تساوي 2K1 Final وهذه معالنة رقم 2 يعني إحنا قد صرعينا معادرتين الأولى K1 Final زائد K2 Final تساوي 7500 والمعادل الثانية K2 Final تساوي 2K1 Final تمام نعوض معادلة 2 في رقم 1 حتصير K1 Final زائد 2K1 Final تساوي 7500 3K1 Final تساوي 7500 نقسم مع 3 ومنها K1 Final تساوي 2500 جول وطبع الكلام متوقع كيف متوقع هقول لك كيف بينما K2 Final هتساوي 5000 جول 5000 جول لأنه مجموحهم 7500 طيب انت ايش بتقول بموضوع التوقع موضوع التوقع بالنسبة انه ام واحد صاحبة كتلة اكبر وبالتالي هتكون طاقة الحركية اقل ام اتنين صاحبة كتلة اقل وبالتالي هتكون طاقة الحركية اعلى فانتلاحظ الاكبر كتلة اقل طاقة حركية والاصغر كتلة اكبر طاقة حركية وهذا عبارة عن استنتاجنا بالنسبة لسؤال صفحة رقم 11 في الكتاب الوزارة في عجالة عزائي الطلاب طبعا في احنا عندنا مثال 3 صفحة رقم 11 موجود في الكتاب الوزارة مثال 3 صفحة رقم 11 في الكتاب الوزارة طبعا مثال واضح ما فيه اي مشاكل بس الله ما فيه يعني بده نكون عندنا عملية اللي هو تحديد الاجسام بدقة تحديد الاتجاهات طبعا السؤال في ملاحظة مهمة جدا وهي إهمال مقاومة الماء للقارب وطبعا عميدة إهمال مقاومة الماء للقارب تؤدي إلى حفظ اللي هو زخم هذا النظام قبل أن أنهي أعزائي طلاب درسنا اليوم حبس أنا أعطي أكم سؤال هكا لها درسنا اليوم برضو أسئلة اختر الإجابة الصحيحة أو أسئلة اختر الإجابة الصحيحة فمثلا السؤال التالي اختر الإجابة الصحيحة التغير في كمية التحرك لمجموعة من الأجسام في نظام معزول هو التغير في كمية التحرك لمجموعة من الأجسام في نظام معزول هو ألف أقل من واحد بأكبر من واحد سي أو جيم يساوي واحد وآخر إجابة يساوي سفر طالما تبتكي عن التغير في كمية التحرك أو التغير في زخم لمجموعة من الأجسام فدائما الإجابة الصحيحة هي دائما سفر إذن دلت بي هي عبارة عن سفر أترك لك عزيز الطالب سؤال لتنفكر فيه في البيت سؤال على شكل إختار لجلبة صحيحة والسؤال يقول يتحرك جسم كتلته أم أفقيا بسرعة V انفجر الجسم إلى جزئين متساويين أحدهما يتحرك بسرعة 6 متر لكل ثانية باتجاه محور الصادات الموجب بينما تحرك الآخر بسرعة 8 متر على الثانية باتجاه محور السينات السالب إن مقدار سرعة الجسم قبل الانفجار إن مقدار سرعة الجسم قبل الانفجار تساوي بوحدة متر لكل ثانية الإجابات 4, 5, 3, 2 إجابات مرة ثانية الخيار الأول 4 الخيار الثاني 5 الخيار الثالث 3 والخيار الرابع 2 إعزائينا الطلاب في نهاية لقائنا اليوم حبيب بس نعيد اللي هو الحكيناه قبل أن نختم تحدثنا اليوم عن موضوع يسمى حفظ الزخم في البداية تعرفنا على مفهوم النظام النظام المغلق النظام المعزول وركزنا أنه نركز على حفظ اللي هو تعريف النظام المعزول تناولنا مع بعض اللي هو عملية توضيح حفظ الزخم من خلال قانون يوستاني أثبت ساوي دلتابيها دلتتي أثبتنا قانوننا أو وصلنا بصورة رياضية للقانون اللي هو دلتابيه للنظام يساوي سفر أو ساميشن بي إنيشل ساوي ساميشن بي فاينال تعرفنا اليوم أن هناك فرق عند التعامل مع نظام أو التعامل مع جسم زخم النظام المعزول دائما محفوظ أما زخم الجسم في النظام المعزول غير محفوظ وتركنا لكم الإجاب أعزاء طلاب وطبعا اتفاقنا الحصة القادمة اللي إن شاء الله حتكون عبارة عن حصة أسئلة لكل ما يتعلق بالفصل الأول فرقنا أنه لما نتنحكي عن نظام معزول هو عبارة عن نظام لا يكتسب ولا يفقد كتلة وكذلك الأمر القوة المؤثرة فيه هي عبارة عن قوة داخلية أخدنا سؤال صفحة 11 في كتاب الوزارة وستنتجنا شغلة إنه فيه إحنا عندنا لما يكون عنده الزخم قبل سفر أو النظام كان معزول آسف يا نظام كان ساكن فبعد انطلاق الإجسام بعد الحركة تتحرك بنسبة عكسية الكتلة مع السرعة عكسية الكتلة مع الطاقة حركية عكسية في نهاية لقانا اليوم أتمنى لكم النجاح والتفوق كان معكم وحدثكم الأستاذ محمد نصر السلك مديرية غرب غزة مدسة عرفات للمهوبي دمتم بسلام تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر الفرع العلمي ومبحث الفيزياء شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم